طيب آخر حاجة قبل ما نختم علشان يعني أمنا الكريمة قالت أنا غير متعلمة ولما أعود أقرأ القرآن الكريم ساعة بطلخبط علي خطأ ده بالعكس لها أجرين يا سيدي وإنت ذكرت لي وقعت جدك رحمه الله حينما كان يقول له أجرين نعم لأن هذا أخده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق أي فله أجران شبني يبزي الجهد أجران تمام فنبشرها أن لها أجران إن شاء الله بس إحنا بنقول لها يعني تسمع كثير في إزاعة القرآن الكريم وغيرها أو من الأشرطة الترتيل وطبعا خيره من رتل القرآن سيدنا الشيخ محمود الحصري فأنا عاصرته وصلت وراه المغرب وكان من الأولياء هذا الرجل يعني فبنقول له يعني اسمعي كتير لأن اللحنة طبعا خطأ يعني بس يعني لم تقصد ربنا لا تؤخذنا النسينا أو أخطأنا بتحاول بقدر الإمكان تصحيح التلاوة حتى تؤدى على وجهة سعية أما بقى علم التجويد والإظهار والإغفاء هي مش مطالبة بيه بس هي ضبط الإعراب أو ضبط الشكل يعني ما تجيش تقول إيه سرات الذين استغفر الله أنعمتوا لا تبقى مصيبة يا سرات الذين أنعمت عليهم بس من قوله هنا يبقى الضبط بالشكل اللي قول الإعراب يعني يكون صحيح أما التجويد وتحسين الصوت والحاجات دي أو المقامات عند إخواتنا القراء عموما نس غير مطالبين بهذا إنما أهل الاختصاص اللي هم القراء آه نعم